السلام عليكم جولة سريعة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية أعددت لكم أربعة أخبار الخبر الأول الرياضي الذي تتكلم عنه جميع الصحف الألمانية وهو الثوز فريق أفتسي بايرن مونشن بلقب الدوري الألماني للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه والمرة الحادية عشر على التوالي انتصر فريق أفتسي بايرن هذا اليوم بالمقابلة التي جرت في مدينة كولن على فريق مدينة كولن باثنين لواحد بالمقابل أضع فريق بوروسيا دورتموند فرصة تاريخية للتتويج باللقب واكتفى بالتعادل مع فريق ماينس اثنين لاثنين وأضع فريق دورتموند فرصة تاريخية كبيرة جدا على الأغلب اللاعبي فريق دورتموند كانوا تحت الضغط النفسي ونلاحظ بأن الضغط النفسي يؤثر كثيرا على اللاعبين عموما نحض سعيد لفريق دورتموند بالمناسبات المقبلة ومبروك لأفتسي بايرن مونشن نمر إلى الخبر الثاني الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو جريمة القتل التي حصلت بمدينة صغيرة اسمها زوالخ بمقاطعة بايرن حيث تعرضت امرأة عمرها عشرين سنة بالطعن بالسكين وقتلت وألقي القبض على القاتل قالوا بأن هذه المرأة وهذا الرجل ليسوا من منطقة زوالخ التي توجد بالقرب من مدينة مونشن وشهود عيان شاهدوا المرأة مع الرجل بأحد المطاعم وقالوا أنه كانوا يتواجدون بأحد المطاعم وحصل بينهم خلاف وبينهم صراخ وبعد ذلك عطيرة على المرأة مقتولة بالحديقة لم يقولوا شيء يعني عن القاتل أو دوافع القتل لا يعرفونها وأيضا لم يصرحوا بالجنسيات نمر إلى الخبر الآخر الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية والصدمة الكبيرة التي حصلت هذا اليوم إطلاق للنار بمدينة كولن بمقاطعة شمال الرين فيستفالن حيث قتل رجل عمره 35 سنة وأطلق عليه النار لحد القتل الشرطة الألمانية تقول بأنه تم إعدامه من عند المجرمين الذين لا يعرفونهم ولم يلقى عليهم القبل يقال بأن هذا الرجل كان سابقا ينتمي لمجموعة الروك المعروفة هي مجموعة روك معروفة كثيرا في ألمانيا وتنشط بمجال الجريمة ومجال المخدرات ومجال الضعارة وهي مجموعة خطيرة جدا وتراقبها الشرطة المهم كان ينتمي إلى هذه المجموعة وبعد ذلك تارك هذه المجموعة وكان هذا اليوم يتجول مع رفيقته فجاء ثلاث رجال مجهولون وأطلقوا النار عليه وعلى رفيقته رفيقته الآن تعالج بالمستشفى وحالتها خطيرة جدا هو أطلق عليه النار أيضا بالشارع وعندما أطلق عليه النار يعني لم يموت مباشرة وحاول الهرب لكن تبعه أحد الرجال وأطلق عليه طلاقات أخرى بالنار على رأسه إلى أن قتل وبعد ذلك اختفوا وهربوا تعتقد الشرطة بأنه كان هناك أمر من عند أحد المجموعات أو شيء آخر يعني من أجل إعدامه والشرطة ما زالت تبحث عنه آخر خبر يتكلم عن الإخوة السوريين الكرام وتكلمت عنه الصحافة الألمانية وأنه ألمانيا مجددا وجميع الأحزاب في ألمانيا يرفضون إعادة العلاقة مع النظام في سوريا ويرفضون التطبيع أو الاعتراف بالأسد رئيسا لسوريا وقالت جميع الأحزاب السياسية في ألمانيا أحزاب الحكومة حزب SPD الاشتراكي حزب الخضر وحزب FDP الليبرالي يرفضون إعادة العلاقة مع الأسد لأنه تكلموا بأن الدول العربية أعادت العلاقة ويعني عودت سوريا مجددا إلى الجامعة العربية لكن ألمانيا ترفض هذا الأمر رفضا تاما وترفض أن تفتح الصفارة الألمانية بدمشق أيضا حزب CDU المعارض يرفض رفضا نهائيا إعادة العلاقة مع الأسد ويقولون أنه حاليا الظروف لا تسمح لإعادة العلاقة لأن الأسد ليست عند النية من أجل إعادة يعني عمل الصلح إلى آخره سوى حزب واحد هو من يطالب بإعادة العلاقة حاليا من التصريح الذي تكلموا عنه سابقا كان معروف حزب البديل اليمين المتشدد هذا دائما يطلب بإعادة العلاقة مع الأسد لكن حزب اليسار ورئيسته السيدة محمد علي طلبت هذا اليوم أيضا بإعادة العلاقة مع سوريا وأيضا فك الحضر العالمي المفروض على سوريا وقالت يجب أن يفك الحضر بسرعة وإنهاء العقوبات لأن الشعب السوري الذي يعيش في سوريا هو الذي يدفع التمن يعني الآن حزب اليسار يطالب بإنهاء العقوبات رأفة بالشعب السوري في سوريا لكن باقي الأحزاب مثل حزب الخضر حزب اسبيدل اشتراكي حزب الليبرالي اف دي بي أو حتى حزب تسي دي او الذي يوجد بالمعارضة يرفضون إعادة العلاقة مع الأسد ويتهمونه ويقولون ما فعل الأسد بشعبه وأيضا الناس التي هجرت والناس التي ماتت والناس التي عدبت لا يمكن تنص هذه الأمور وإنهاءها كأن الشيء لم يحصل تتكلم الصحافة الألمانية أيضا على التقس الجميل جدا في ألمانيا وكما تشاهدون بهذه الصورة فإن الأيام المقبلة ستعرف تقسا جميلا وتقسا مشمسا تقريبا بكل أرجاء ألمانيا ستصل ببعض المناطق درجة الحرارة حتى إلى تقريبا 30 درجة أصدقائي لذلك حاولوا الاستمتاع هذه الأيام بالتقس لكن انتبهوا أيضا من الشمس لا تكتيروا كثيرا بالجلوس بالشمس كثيرا لأنه نعلم بأننا الآن جئنا من مرحلة مرحلات الشتاء ومرحلات الظلام إلى آخره والآن دخلنا إلى مرحلة الصيف فجسمنا أو جسدنا وجلدنا لم يتعود على الشمس لذلك حاولوا الخروج للشمس حاولوا أن تتمشوا حاولوا أن تخرجوا إلى الطبيعة أو تجلسوا على البلقونة واستمتعوا بالشمس واستمتعوا بفيتامين D لكن لا تكتيروا الجلوس بالشمس فالصيف الآن في بدايته وما زال طويلا أيضا أرجوكم أرجوكم الانتباه الآن سوف يبدأ موسم السباحة أرجوكم أرجوكم لا تسبحوا بالأنهار لا تسبحوا بالنهر لا تسبحوا بالنهار حتى لو رأيتم ناس يدخلون إلى النهر ويسبحوا أرجوكم لا تسبحوا في النهر أيضا انتبهوا بخصوص السباحة في البحيرات يمكن أن تدخلوا لغاية الركبة إلى آخرة لكن لا تسبحوا في البحيرات جزاكم الله خيرا وانتبهوا جدا إذا رغبتم بالسباحة واشتهيتم للسباحة اذهبوا إلى أحد المسابح واسبحوا هناك أصدقائي الأنهار في ألمانيا والبحيرات في ألمانيا خطيرة للغاية السباحين الكبار المهارة هم بنفسهم يجدون صعوبة بالسباحة هناك وكثير من من يتقنون السباحة غارقوا في النهر أو غارقوا في البحيرات إذا رغبتم بالسباحة اذهبوا إلى المسبح أصدقائي واسبحوا هناك كما تشاءون ونتمنى السلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء